السلام عليكم شفاب جيب بارك مع ساكم بخير إن شاء الله تكونوا بأبصحة والسلام أخيرا وصلني آيفون 12 برو في عمان عمان دائما يتأخر للموضوع وعموما حاليا في الفوند اقتلوا مستلمي الآيفون وقرر تصويركم فيديو انبوكسنج وانطباعاتي لهذا الآيفون مقارنة بآيفون 11 برو اللي نزل السنة اللي طافض واستقدمت تقريبا سنة كاملة فخلينا نشوف كل التفاصيل وياكم وإن شاء الله بكرة راح نعمل رحلة نقارن بين تصوير الآيفون 12 مقارنة بالآيفون 11 ونشوف كل الميزات الجديدة والتكنولوجيا اللي إضافتها آبل وكثير من الناس ما يعرفوها لأنها أشياء معقدة لكن مفيدة جدا مثل التكنولوجيا الجديدة اللي هي آبل برو رو هذا التصوير يمنحك الإمكانية أنك تعدل الصورة بطريقة رهيبة بدون لا تضيع جودتها كل هذا وأكثر راح نطرق عليه بكرة ففعلوا زر التنبيهات إذا كنتم مشتركين إذا كنتم جدد تفكروا في الاشتراك في القناة لأن دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات مفيدة لمشاهدين الأعزاء خلينا ندخل في التفاصيل هذا الفيديو برعاية واندر شير آيفون ترانسفور لنقل الأسماء وصور الفيديوهات النصخ الحياطي وكل شيء تقريبا كل ما عليك أن نكتش بك في الكمبيوتر بعدها تختار الموسيقى الفيديوهات الصور وراح تقدر تنسخن بضغطة زر واحدة أو تحدد الصور اللي تريدها نقل من الكمبيوتر إلى الآيفون أو من الآيفون إلى الكمبيوتر بالإضافة أنك تقدر تحدد التطبيقات اللي تبع تنقلها تحدفها أو تنزلها في الآيفون بضغطة زر واحدة بالإضافة إلى نقل الأسماء من آيفون إلى آيفون آخر بضغطة زر أو تحديد الأسماء اللي تحتاجها وأحلى شيء فيه أنه يعملك وتقدر تدير النصخ الاحتياطي بكل سهولة هذا التطبيق متوفر على الويندوز والماك راح ترابط تحت الفيديو طبعا خضيت الآيفون 12 و 12 برو لكن اليوم راح نشوف الآيفون 12 برو اللون الأزرق بسفك بلوب 150 جيجا طبعا الكرتون نحيف لأنه لا داخل لا شاحن ولا سماعة وطبعا هذا يوفر لقابل ثلاثة سعر السماعة سعر الشاحن وسعر الشحن راح يكون نحيف راح توفر أكثر خلينا نشوف ونفتح الكرتون يلا بسم الله لحظة الحقيقة واو من البداية اللون لون رهيب لون أزرق على سلفر يعني أزرق بس مطفي على الآخر وما شايف الكرتون إلا الوصلة الآيفون والأوراق حتى أبل نقصت الاستيكارات وخلت استيكار واحد طبعا هذا الآيفون النسخة الأمريكية خلينا نسمع الصوت يا سلام يا سلام واو 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 بصراحة سربنا الآيفون تقريبا ثمانية أشهر الآيفون 12 الشكل يكفي الشكل يكفي يكفي تاخد الآيفون 12 عشان الشكل عشان هذا التصويم الجديد بصراحة بصراحة قد يكون أني أنا أحب هواتف أبل وشركة أبل لكن هذا التصميم ما تحصله في أي شركة كانت هذا التصميم روعة تصميم واو تحس أنك دافع مبلغ يستاهل حتى لو دفعت مبلغ فوق الألف دولار هذا الآيفون يستاهل بصراحة المسكة رهيبة صح أنه شوية بشكل بسيط أقل راحة عن الآيفون 11 وين الآيفون 11 مالي لحظة بيضة صح أنه أقل راحة في المسكة عن الآيفون 11 لكن بصراحة فرق كبير في التصميم وفي الدزاين وفي الفخامة بصراحة بدون أي حياد تصميم مربعي عجيب غريب يعني أحس أن الشركة عشان تسوي هذا التصميم تحتاج أن تكون عندها أدوات خارقة تصمم الحواف بها القوة بها الدقة بها الجمالية بصراحة لكنها شوية أكبر أكبر من الآيفون 11 برو سنة اللي طافت وحسيت من أول ما مسكته لاحظوا شوية أكبر فالأشخاص اللي يحبوا الهواتف الصغيرة راح شوية يضايقوا مش أي كبير يعني مش فرق شاسع لكن في فرق خلينا أشوف الفرق بين الشاشتين هل في فرق في الشاشة بصراحة تصميم المربعي ما عليه كلام حجم الآيفون 12 برو هو 6.1 إنش مقارنة بالآيفون 11 برو 5. إنش الفرق بين الآيفون 12 برو والآيفون 11 برو غير الشكل الآيفون 12 برو عنده 6 جيجا رام مقارنة بالآيفون 11 برو من ناحية الشاشة الشاشة ما في فرق كبير جدا بين الشاشتين لكن آيفون 11 مقارنة بالآيفون 12 العاديات فرق شاسع لأن الآيفون 11 LCD والآيفون 12 OLED ديسبلي بالإضافة تم تحسين التصوير الليلي بشكل كبير والحين كل العدسات تدعم التصوير الليلي في الآيفون 12 مقارنة بالآيفون 11 كانت محدودا فهذا الشي راح نجربه بكرة وياكم فلا تنسوا تفعلوا زر التنبيهات من ناحية تصميم الكاميرات ما في فرق كبير لكن حساس العدار شوية مبين الفرق لكن التصميم المربعي هو اللي مسيطر على موضوع الشكل وخاصة اللمس والتصميم طبعا الحواف الحواف الآيفون 12 برو أنا أحف من آيفون 11 برو السنة الماضية تقريبا من 1 إلى 2 ميلي أعطوني رأيكم شو رأيكم بالتصميم الراوندد ولا المربعي مثل ما تشوفوا وشو رأيكم باللون هل اللون الأزرق رهيب طبعا تقريبا أحاول أجيب نفس اللون الحقيق ما أحاول أعدل ألوان الفيديو عشان يكون حقيقي مية بالمية عجبني هذا اللون الأزرق لأنه فيه لون سواد وأنا أحب اللون الأسود بشكل كبير فأزرق مطفي تحس أنه فيه فخامة وهدوء في نفس الوقت يعني مش يصرخ يقول شو هوني هذا اللون تحس أنه اللون فيه هدوء وفخامة في نفس الوقت وللعلم لما أحط الآيفون الجديد مع الآيفون القديم في سيت أب بيج راح يطلع لي هذا المسيج لما أضغط كنتينيو أو استمرار راح ينقل كل الملفات من هنا إلى هنا بكل سهولة وهذا الشيء اللي أحب بآبل يعني لو ما أخذت الآيفون ثاني لازم أحتاج كميوتر أنقل ملفات وكذا بالآيفون فقط أضغط ضغط الزر وينتقلين البيانات من الآيفون القديم إلى الآيفون الجديد وهذا الشيء لأي منتج آبل أذكر خضيت آبل تيفي قال لي بس حط آيفونك وعدالي الآبل تيفي وعلى طول نقل كل البيانات الآي كلاود والتفاصيل إلى الآبل تيفي بضغطة زر اللي لازم تأخذ ويد تفاصيل ويد مشاكل من ناحية أنه ما تغير شيء إطلاقاً الحواف فقط نحفت تقريباً بـ 1-2mm وبصراحة التصميم الفلات هذا مؤثر في كل جوانب الشاشة حتى وانت اطالع على فوق تحس أن التلفون مختلف تماماً عن الآيفون القديم يمكن لأننا أجلس تقريباً خمس ساعات يومياً على التلفون فألاحظ الفرق الكبير بين الشاشتين وإن شاء الله خلالها اليومين يوصلني للآيفون 12 وراح نقارنها وراح أراويكم كيف طرفتها من أمريكا بسعر أرخص من الآيفونات اللي موجودة هنا بالسعر الغير الرسمي للعلم هذه النسخة أمريكية اللي بياخذ النسخة اللي من هونج كونج ولا من صين راح يقدر يركب بطاقتين فيزيكل مش الإيسم بالإضافة إلى الإيسم راح تقدر تركب بطاقتين إذا خضيت نسخة الهونج كونج ولا الصينية بالإضافة الضمان في الآيفون مهما من وين خضيته من أي مكان في العالم راح يكون عالمي تقدر تستخدمه في أي مكان وتقدر تسفيد منه فأنا خضيت هذا النسخة أمريكية الضمان كأني خضيته من عمان أو من الإمارات أو من السعودية ونفس الشيء لو خضيته النسخة الهونج كونجية أو الصينية بس تأكدوا أنه يكون التلفون أصلي وسوى هذا فيديو كيف تعرفوا التلفون أصلي لا يغشوكم ويبيعوا لكم شي غالي ويطلع داخله نظام اندرويد أبل صراحة أحبطتنا بتصغير البطارية لكن إذا كان استخدامك خفيف وما تستخدم من 5G راح تكون بنفس البطارية تقريبا أو شوي أقل أما إذا كنت تلعب PUBG وتستخدم من 5G بشكل كبير راح تحسها أقل من الايفون 11 برو من ساعة إلى ساعة ونصف استخدام يعني الاستخدام الوسط إلى الخفيف راح يكمل لك يوم كامل مع الايفون أما إذا أنت مستخدم تقيل تابع انستجرام أو يوتيوب أو نتفلكس أو تلعب ألعاب ما راح يكمل أكثر من سبع ساعات واللي يسأل عن 5G في الدولة اللي انت فيها لما ينزل الايفون بشكل رسمي وشركة التصالات تنزل التحديث راح على طول تقدر تستخدم 5G للعلم استخدام 5G بشكل كبير راح يقلل من مدة البطارية فآبل سوت نظام جديد يسموه 5G Smart Mode تقريبا هذا Smart Mode راح يعطل 5G خليه 4G حق لإستخدام الواتس أب والاشياء اللي مش مهمة أما لما تحتاج تنزل ملفات كبيرة وسرعة خارقة راح يتفعل 5G تلقائي وبكذا توفر البطارية طبعا مثل ما خبرناكم قبل لا ينزل الايفون 12 هذه الشاشات ما راح تدعم ١٢٠ هرتز بسبب مشاكل في البطارية حتى النوت ٢٠ ألترا لما تود تفعل ٢٠٠ لازم تقلل من جودة الشاشة بسبب انها تستهلك بطارية كثيرة وقابل مع البطارية الصغيرة ما راح تقدر توفر هذه التقنية فمن النظرة الأولى لايفون ١٢ برو كاشخة وفخامة وخاصة اللون الباسافيك بلو أو الأزرق المطفي هذه الانطباعات الأولى بعد أسبوع راح أسوي فيديو على استخدامي وكيف لاحظنا مقارنة بلايفون ١١ برو وراح أخلي لايفون ١١ برو لأني أبقى أقارن كل التفاصيل فيه ففعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد هذا كان الفيديو لهذا اليوم أتمنى أنكم استفددوا شكرا لكم على المتابعة والدعم والكلام الجميل ولحد الفيديو القادم أراكم على خير بإذن الله